أنا أبني لجسر أو أبني لمستجفى أو أبني لكذا صرت أستحق أن أكون رئيس وزراء السوداني يكبر كل يوم وإذا استمر على ذلك فأنه سيصبح زعيماً لا محالة أنها استعارة استخدمتها قيادات شعية لوصف رئيس الوزراء الحالي الذي يمتلك من الطموح ما يكفيه لمنافسة الآباء المؤسسين وحتى الانقلاب عليهم فجوة تكبر كل يوم ما بين السوداني الساعد ولاية ثانية ونوري كامل مالكي رئيس اتلاف دولة القانون الذي يرى في نفسه الأفضل والأجدر لقيادة المكون الأكبر وحتى لو كان ذلك في إطار الظل للعلن القصة بدأت حينما كان المالكي رئيساً للوزراء لدورتين متتاليتين كان من أشد المعجبين بالسوداني السياسي المنحدر من أسرة حزب الدعوة فكراً وعقيداً بدأ يتقلد المناصب اتباعاً قافزاً بين وزارة ووزارة بمباركة رئيس الوزراء أنذاك الذي قرب الخلفاء وأبعد الخصوم دعم المالكي السوداني في كل مناسبة فكان اسم الرجل يذكر دائماً في جلسات لتسمية رؤساء الحكومات بدءاً من حيدر العباد وصولاً إلى مصطفى الكظمي السوداني كان مرشحاً دوماً وبدون تردد ولكن لن يستمر الأمر طويلاً ثورة تشرين التي هزت أركان النظام عام 2019 سحبت السوداني من أحضان الدعوة لتلقيه منفرداً أمام أمواج الأحزاب الشعية التقليدية قيادات كبيرة على وزن حلفاء إيران القدماء وذكريات الحرب العرقية الإيرانية حتى وجد السوداني نفسه أمامهم وحيداً لكن لا بأس فالطريق للصعود ليس سهلاً يقول حال الرجل أنتهج السوداني منهجاً برغماتياً حتى وصل إلى المنصب التنفيذي لعلى هادئاً قنوعاً متمسكاً بتثبيت أركان حكمه بدايةً ثم بدأت الأنياب تظهر طموح تأسيس تحالف سياسي جديد ينهي سطوة المالك على الأغربية الشعية في الإطار التنسيقي وأتحقق ما عجز المالك عن تحقيقها الوقوف المنتصف ما بين واشنطن وطهران وهي معادلة الحكم الأصعب في عراقي ما بعد 2003 نباس أن يحصد السوداني عشرة مقاعد أو أكثر بقليل حاله حال قيادات كثر لكن أن ينافس بأرقام كبيرة ويطرح نفسه زعيماً هو أمر لم ولن يتقبله المالك قائد الدولة العميقة وعراب السياسة الشيعية كانت تلك المؤشرات شرارة الحرب النعيمة تظهر بوادر الصدام في مجالس المحافظات في كالكوك وديالا ثم تمتد إلى قانون الانتخابات وموعدها الذي يريده الملك أن يكون مبكراً وهكذا تزداد الأجواء توتراً ما بين الرجلين إلى الملفات الأكثر خساسية تسقيط مباشر واتهامات بالتجسس والتنصط والابتزاز ستنهي بلا شك تماسك الإطار التنسيقي الذي أسس لمواجهة الصدر وجميع خصومه في محور واحد ترجمة نانسي قنقر